السلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل البتنجين المخلل المقلي بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم اول حاجة هعملها هجيب البتنجين وهنضفه كويس هشيل الجزء اللي فوق هخلص كله بالشكل ده انا كده خلصت كل الكمية اللي معي وغسلته كويس جدا بعدين هاخده على زيت سخن على النار وهقليه مش بياخد وقت على النار بيستوي بسرعة وابدأ ان انا نقلبه على الناحيتين هو كده خلاص قرب يجهز معي هو مش بياخد وقت لما بيستوي بابدأ اطلاعه على مناديل او او في طبق عادي بعدين هجهز الخلطة او التدبيلة بتكون توم ولمون وهريسة شطة وفلفل اخضر مقطعه كده كطع صغيرة والبهارات ملح وكمون وكسبرة نشفة اول حاجه بحط البعصر كده اللمون على البهارات وبعدين بحط التوم والهريسة الشطة والفلفل بقلبهم كويس ودي بتكون كده التدبيلة اللي هتبل بيها البتنجان هحط لهم كمان معلقة كبيرة من الخل بتكون كده جهزة معي التدبيلة جبت كمية البتنجان اللي انا قالتها في الزيت وهبدأ ان انا افتحه كده من نص وهحشي بالتدبيلة حلوة قوي وبيكون مخلل سريع بتجهزيه في اسرع وقت يعني مش بيقعد وقت كده يتخلل لا بيكون جهز على طول حلوة قوي بفتح كده كل الكمية اللي معي وبحشيها بالخلطة وكل ما بيبات كمان في التدبيلة بيكون طعمه احلى انا كده هخلص كل الكمية اللي معي بالشكل ده انا كده خلصت كل الكمية البتنجان المخلل المقلي اللي انا عملته جميل جدا وطعمه حلو قوي والتدبيلة رحيتها حلوة جدا ويفتح النفس مع الاكل اتمنى تجربوا الطريقة ان شاء الله وتعجبكم وياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وياريت تضغطوا اللايك للفيديو اسبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة